السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاياكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. نهاردة بازن الله هنكمل باقي concept 3.2 لدى كاترت سنة رابعة. احنا نزلين على اليوتيوب في شهر فبراير. تمام? احنا منزلين الجزء اللي هو شرح الكونسبت كله. تمام? كله 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 كله. ما عدا كان اخر درسين. حلو كده? حلو. تمام? تمام. طيب. فالجزء المتبقي ده? الجزء المتبقي ده ايه? انا هنزله ايه? اه ان شاء الله باذن الله. هنزله مع ايه? مع المراجعة. خلاص? انا كده كده هنزل لكم كله تحت بعض. المراجعات كلها تحت بعض. اتفقنا? اتفقنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. فانا دي مش راح دلوقتي في مارس. لان دا دلوقتي حاليا في مارس. تمام? تمام. وبرضو هنرجع له في اخر السنة. يعني في اخر السنة وانت بتراجع تسمع الفيديوز دي. تمام? اوكي. يلا يا شباب. طيب. مبدئيا كده? مبدئيا. انا عندي بلويتين حصلوا بسبب البليوشن. بلويتين حصلوا بسبب البليوشن. بسبب التلوث. بليوشن يعني ايه? تلوث. حل? حل. طيب. ايه اللي حصل? والله يا دكتور بلويتين. انا قال ايا من بعض. اولا البليوشن هو التلوث عمل ايه? التلوث عمل ايه? التلوث ده زود لي نسبة الكربون ديوكسايد جاز. الكربون ديوكسايد جاز ده. ده جاز وحش جدا 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 جدا. تمام? حتى لما جسمك بيصنعوا بيتردوا على طول. حتى انت ما بتتنفس تاخد اكسوجين وتطلع كربون ديوكسايد. فانت نفسك بتطلع كربون دكسايد. بدا ان بيطلع من جسمك يبقى وحش. تمام? تمام. حلوة اول. انا ممكن في الجزئية دي ارجع لكم في كتاب المعاصر حسن ان هي ممكن تبقى حسن بالنسبة لكم. تمام? طيب. بص بقى. يبقى دلوقتي نتيجة ان انا كنت بحرق الفاصل فيولز. ان انا كنت بحرق الحاجات دي وتطلع دخان. والكلام ده كله. تمام? انا مش عارفة دي بيجي كم والله. هي بيجي طيب ان تاتة وسبعين. هسا ان الرقم ده سبعة ولا هكا. طيب. ماشي? طيب. جميل? طيب. يلا بيجي. فانا عندي مشكلتين. عندي مشكلتين. حصلوا نتيجة انكريز كاربون ديوكسايد جاز. هي تاتة وسبعين يا شباب. صبح تاتة وسبعين. لما زاد الجاز ده. انا هوريك. انا هوريك. ماشي. انت على وقتها انا هوريك اللي حصل. بص يا معلم. بص بص. بص بعد ازنان. هوريك فيديو. انا واني. بص كده. اكيد انت عارفين شارع العلوم صح? صح كده? بص كده. بص بص عمل ايه. بص عمل ايه. حطت ويركي فرخة. شايف المية لونها شفاف صح? وحطت طفاحة عادي جدا. حطتها في حاجة اسمها اسد. حطتها في حاجة اسمها ها? اسد. حلو? حلو. طيب. ماشي اوكي? بص كده. رهامة دي. هم? شفافة اهي? بدي ويركي الفرخة كامل اهو. ماشي? طيب. اوكي? طيب. اولا بص المية بيت عاملة ازاي? مبدئيا. شايف المية كتشفافة صح? اهو? كتشفافة. صح? اهي. لو انا زقيته كده. المية كتشفافة اهي. بص بقت سودا. صح? تمام. بص بقى لما يطلع دبوس الفرخة. ايه اللي يحصل? ما بقاش فيه دبوس فرخة اصلا اللحم التاكل. ايه ده? ايه البلوة السودا اللي هو حطاها فيها دي يا دكتور? خرابي. اللي حطاها في ده? حطاها في حاجة اسمها اسد. اسد يعني ايه? حمض. عارش يعني ايه حمض? عمل زي الخل. عمل زي اللمون. بيوحد يلسع. اه. طيب ايه انا استفدت ايه بقى باللي انت عمالة ترغي فيه ده مش فهمه. اللي استفدته ان في حاجة الكربون دايكسايد لما بيزيد في الجو. الكربون الكلاودز. اللي حطيت ايدك فيه دعم زي مية النار. ده زي مية النار بالضبط. هو مية نار يعطي. هي مية النار. تمام? طيب. اللي يحصل? الكربون دايكسايد جاز. لما. يمسك. كان كومباين. يقدر كومباين ويز. يعني يمسك معه. الووتر اللي في الاير. المية اللي في الهوى. يكون أسيد رين. تخيل ان المطر اللي نزلة عليك زي مية النار. ايه اللي يحصل? تخيل. ها? داس اوف تري. الشجر يموت. تخيل ان انت بموقع مية نار. داس اوف تري. ايه كمان? المية. الليكس. الكيميكال بتاعها. ايه كيميكال نيتشر بتاعها. ايه ايه ايه. الطبيعة الكيميائية بتاعة المية. المية بيبقى ليها طبيعة معينة. طعم معين. رحة معينة. مش كده. كل الحاجة هتتغير لما البتاع ده يقع فيها مية النار دي? اه. صح? صح? تمام? والسمك هيموت ولا لا? كيل فش ولا لا? اه السمك هيموت. يبقى يحصل change of chemical nature of links change in chemical nature of soil. الطربة نفسها طبيعتها هتتغير. chemical nature يعني طبيعة بتاعتها هتتغير صح? خيال انا دلقت على هدومك مية نار كل حاجة تغيرت. جلدك مية نار. المية دلقت عليها مية نار. فالchemical nature يعني الطبيعة الكيميائية بتاعتها هتتغير. واللي يحصل كمال? هيحصل dissolving some rocks. هيحصل ان الروكس هتدوب. خيال ان البيتك يبدأ الصخور تدوب. متخيل? dissolving of some rocks including rocks used for building. حتى الايه? الروكس اللي بستخدمها ليه? البناء. تخيل? تراف الكرسي ستودا? يبقى اه دي يا سيدي بسبب الحرائل والتلوث اللي انت بتعمله. هصل acid rain. تمام? طب ايه كمان? والله المشكلة التانية ان في حاجة اسمها global warming. اللي هو الاحتباس الحراري. ايه ده? مين حبس الحرارة? اوه يا باشي الحرارة تحبست يعني ايه? هقول لك. مبدئيا? ادي الارض. ادي الارض. حواليها طبقة اسمها ها? لا لا اقول له كلهم تاني. اسمها ايه? اتموسفير. اللي هو الغلاف الجوي. حلو كده? طيب. الغلاف الجوي ده مالو. والله الغلاف الجوي ده عمل ايه? اولا الارض لما حرارتها بتسخن. الاتموسفير ده يقول لها طلعي يا اختي طلعي الدنيا حارة طلعي الحرارة منك شوي. ماشي? طلعي الحرارة من. تمام? يجي الكاربون دايكسايد يقول ايه 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 انا الشرير. بصوا ان انت انت يا انساني خرابة انت ايه? انت زودتني. فانا هروح عاملة طبقة. طبقة كده. ايه ده? الحرارة وتعرف تطلع? لا. فدرجة حرارة الارض. الارض حرارة. عايز تطلع الحرارة. مش مش عايز تطلع الحرارة. الحرارة تطلع? لا. الكاربون تطلع بصهيت. يعني ايه تراب? عبسة الحرارة. وبعدين درجة حرارة الارض زادت. طب وبعدين ايوة ايه مشكلة انا? محنا متدفين يا دكتور? لا يا حبيب مش فكرة كده. مش فكرة دفع. درجة حرارة الارض لو زادت? التلجة هيسيح. التلجة لو ساح. الانهار هتزيد. الانهار لو زادت. حصل فيضانات. الفيضانات لما تحصل. البحار زادت. الانهار زادت. الفيضانات تحصل. الناس ماتت صباح الفل. خلاص. ده فيه فيه مدن كاملة تنتهي. تمام? يبقى دي كارسة. اللي اتنين دول بسبب ايه? زيادة الكاربون دايكسايد جاز. تهلا? يبقى كده الاسد رين. دي ايه? دي طايب اف رين. نوع من الرين. that is formed. اللي تكونت. وين كاربون دايكسايد جاز كمبايند وز ووتر ان اير. لما الكاربون دايكسايد ميسك في الماء. طيب. الجلوبر وارمينج. الايه? الاحتباس الحراري. اذا فينامنا هي ظاهرة. in which earth temperature. اللي فيها درجة حرارة الارض. ما لها? ها? تزيد. وين كاربون دايكسايد جاز انكريز ان اير. لما درجة. لما الايه? كاربون دايكسايد جاز. يزيد. طيب. حلوة قوي. ركز هنا. لما الحرارة تحبس في الاتموسفير تسبب ايه? بلوبال وارمينج. تسبب الاحتباس الحراري. which rises. the temperature of earth. هيزود درجة حرارة الارض. and change its climate. تمام? ويغير ايه? الجو. حتى هتلاقي يقولك ايه? تلاقي ماما وبابا وقدودنا يقول لناك ايه? يقولك الجو ما كانش حر كده زمان. صح? عادنا حر اكتر. في نومنا يعني ظاهرة. ظاهرة كونية ايه. تمام يا حمزة? طيب. اوكي. طيب. يلا بينا. اوكي. تعال نشوف بقى بعض اسباب التلوث في المدن. ايه? الدخان اللي طالع. من الايه? من حرق الوقود والعربيات والكلام ده كله. smug produced from. smug يعني دخان. produced from. طالع من. burning of fuels. طالع من ايه? من اه اه حرق الايه? الفيولز اللي هي الايه? اه اه. الفيولز اللي هي اللي اسمها ايه? ايه? يا لهوي. وقود. بليوت زقير. تمام? طيب. لا يا سنركز معي. تمام? يبقى السمج. الدخان اللي طلع من الفيولز اللي انا حرقتها دي. لوست الهواء. طب ايه كمان? ايه كمان? البستسايد. الايه? المبيدات الحشرية. البستسايد يعني مبيدات حشرية. ايه ده الراجل رشاها على الارض. طب ولش الارض جنبها جنبها مية اللي انا اصلا بجيب منها يعني بسقي بها الزرع. طب ما انا كده لوست الارض وروحت ملوسها ايه? المية. لما رشت مبيد حشري. ينفع عشرة مبيد حشري? لا. صحي كده? يبقى البستسايد. used in farms can be carried into water. المبيد الحشري لما برش في المزرعة ممكن يتنقل للمية في الكنال في اللي هي الايه? القنال اللي جنب الايه? الزرع. طب ودي بتفتح على الريفر بتفتح على النهر برضو لان انا بجيب المايد من النهر. صح? حلوة قوي. يبقى كده نتيجة النهر. رشت البستسايد. رشت مبيدات الحشرية على الارض. عملت في اليوشن لمين? الصويل والووتر. لوست الارض. ولوست الايه? المية. حلوة قوي. طيب. ايه كمان? الكيميكالز. الحاجات الكيميائية. المني فاكتوريز. بص يا معلم. مبقاش مصنع بصنع ادوية او وصلنا حاجات معينة مسممة. واعمل ايه? ها? واعمل ايه? واسيب الهوى يطلع كده للناس. انت تشم الدوى ده. افرد دوى بيعالج حاجة وحشة. ينفع انت تشم او سم فران. ينفع اسيب الهوى بتاعه كده يتير. ها? لا. يبقى الكيميكالز. تاعة المني فاكتوريز. المصانع. لوست الهوى. صح? فلما يلوس الهوى بس. لا. ده هتلاقيها وقعت على المية ووقعت على الصيل. صح? يبقى انا عندي. اتكلمتي دول في ايه? some causes of pollution in big cities. ايه? ايه الاسباب? اه اللي حصلت في لوست المدن. عرفنا الدخانة اللي طلع لوست الهوى. البستيسايدز. المبودات الحشرية اللي في الفارمز. اللي في المزارع. لوست الصيل والووتر والكيميكالز اللي هي الحاجات الكيميائية. اللي هي الكيميكالز اللي هي الحاجات الكيميائية بتاعة المصانع والكلام ده كله. تلوس الهوى. وتلوس التربة. وتلوس المية. حال؟ حال. طيب. تعمل ايه للهيومان هيلز بقى? تعمل ايه? التأثير بتاع الـ Air Polution بس دات تلوز الهوى ده. على الهيومان هيلز. على صحة الانسان. اتنفس يا معلم شباية دخان كده جمال بتوع العربية يوجعوا لي عيني جدا ايه اقح يبقى اللي سمج الدخان من العربيات يسبب يعني حساسية يعني حساسية حساسية المين لعيون الإنسان واللونج عيني والرقة بتاعتي واجعوني طيب حلوة قوي حصل فيهم حساسية طيب ايه كمان الساينتست لقوا ان اللي سمج الدخان في اجزاء صغيرة كده الانسان ما بيشمها بتعمل حساسية او احنا قلنا الكلام ده طب مش بس حساسية تضمر انسجة الريسبيراتوري كلها فبقى الانسان فعلا الموضوع معاه صعب جدا جدا طيب حلوة قوي حلوة قوي تعالوا بقى نشوف طبعا الناس الاول مرة ايه تبقى معينا تمام عارفين ايه ايه يسمعوا بقى حوارك تمام لا يا شباب مش مناديل مش مش معناها مناديل ماشي طيب يعني ايه طبعا احنا قلنا بيبقى في الناس كثيرة قوي بتيجي مش عارفة تحل السؤال ده عشان يعود يقولك عالي بما تفسر ايه مش عارفة ايه صح؟ لا فاحنا مسلا نسأل مين ادم يعني اول ما شوف جيفريزون يا ادم اقول ايه قل لي ليه قل لي ليه برافو قل لي ليه ادم ابراهيم انا عارفة كنت عايز السلم بس انا خفتش انت في الاول لسه ايه مش عارف ماشي قل لي ليه ايبقى انا هيعتبر حد بيسألني قل لي ليه تمام طيب قل لي ليه ها سموج اوف كارس ليه دخل العربيات is very dangerous خطر جدا to human health ليه because سموج اوف كار عشان الدخن بتاع العربية كان بيعمل ايه causes يسبب irritation حساسية للhuman eye and lung يسبب لك حساسية طيب give reason قل لي ليه farmers must decrease لازم يقللوا the use of pesticide استخدام الايه لازم يقللوا استخدام المبيد الحشري ليه عشان المبيد الحشري كان بيلوس التربة والمية because علشان pesticide cause the pollution of soil and water تمام طيب I'll give reason لعا الجزء ده في what happen عليه ايه قلنا what happens if يعني what happens if ايه اللي يحصل لو تمام ايه اللي يحصل لو تمام ايه اللي يحصل لو ايه ها لو pesticide mix with water اختلطت مع المية طاعت الكنال والريفر ها هيحصل لها pollution يبقى it causes pollution of water and soil طيب ايه اللي يحصل لو الفاكتوريز المصانع decrease their use لو قللت استخدامها للكيميكالز ها ايه اللي يحصل اكيد كده التلوث ايه ها هيقل يبقى pollution of air ها والووتر بص احنا قلنا بقى المصانع بتطلع كيميكالز صحي كده ده لو قللناها يبقى pollution بتاع air والووتر والsoil will decrease تحلى كده ايه خدنا الجزء ايه ده